ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر وهو عرض العالمي الأول في مهرجان لوكارنو السينمائي الدولي الفيلم المصري أميرة لمحمد الثاب كنت منتجة مشاركة فيه أيضاً لتصوير مثل هاي الأفلام ومثل هاي الإنتاجات اللي عم تنجح هلأ منبلش الفيلم الأردني البيئة الملائمة لإله هو مكانه هو المجتمع الأردني فيعني بالنسبة لإلنا ذا آلز يعني هو فيلم طلع من مستوحى من القصص أردنية تم عملية بحث منيحة يعني باسل قاعد فترة طويلة كان بين الشباب بجبل النظيف وهناك تطورت القصة فهو مكانه بشكل طبيعي هو الأردن لما أجي أحكي عن فيلم أميرة أو لما أحكي عن مجموعة من الأفلام العربية اللي عم بيتم استقطابها إنها تتصور بالأردن أكيد في جمالية مواقع الأردن باعتبار كيف وضحها الجغرافي فيها أكتر من جيوغرافيكا الأسبكت يعني أنت بتروحي على الشمال بتكون الدنيا خضار عم تنزلي على الجنوب بتصير الدنيا صحراء عم بتروحي على الشرقية عم بتكوني أكتر ستوني أكتر باتجاه العراق وسعودية يعني هذا كل شي حوالي الرفت فالي بالنسبة للأردن تطلع من زون لزون فهذا الحاله بيخليها بيئة خصبة بجولي للعديد من الانتاجات اللي تيجي سواء عربية أو حتى يعني انترلاشل وهاي مشكلة عم بتصير بالبلدان العربية بالكونتنت العربي يعني أنا عم بصور مش بس بالأردن أنا عم بصور بالإمارات عم بصور بمصر عم بصور بلبنان فيه بروسس طويلة في مراقبة المحتوى قبل ما تخطي أبروفر على تصويره نعم ونحكي عن البنية التحتية مثلا أكتر عن البنية التحتية للأردن ومناسبتها للتصوير كلها بلاسز عم نحكي عن مناطق جغرافية مميزة عم نحكي عن تسهيلات في إصدار التصريح ودعم صراحة فيه دعم كبير من الهيئة الملكية للأفلام ما عندنا جهاز رقابي عن بدايئنا وفي عندك كادر محلي سعره مناسب موجود وعنده إكسبرينس كتير عالي فهاي كلها بتعملها بيئة يعني خصبة للإنتاجات أنا كتير حاب أكمل حكينا من عند نقطة أنه الكادر أو طاقم المحلي يعني يعني خلينا نعمل زي مقارنة زي ما أرتي على مر السنين وعلى مر أنه التجارب اللي صورت في الأردن لا شك أنه فيه يعني قور وتحسن ملحوظ يعني مهارات وقدرات الطاقم المحلي قدرينا أكتر عن هاي الموضوع إحنا كنا نشتغل كطاقم أو كوادر فنية على الأفلام اللي عم تيجي من برا هاي حركة قديمة بلشت عندك بالتمامينات وآخر السبعينات بلك تغير شكلها وتغير الناس الموجودين فيها بس هدول الناس ما طلعوا من مدارس سينمائية اتدربوا أنا دايما بحكي أنه أهم إشي أنك تتدرب تدربوا تحت إيدي الناس عارف الصناعة بشكل كبير يعني أنت تحكي من لما بلش إنديانا جونز بالفترة لليوم شوفي هدول أكم من فيلم كبير يشتغلوا عليهم أكيد كانت خبرتهم قبل عشر سنين مختلفة عن هلأ هم اللي هلأ بشتغلوا فنيين على الأفلام اللي بتيجي بتصور من برا لكن على أفلامنا المحلية عم بيقدروا ياخدوا بوزيشنز مختلفة وعم بيكونوا هم كيوريترز بيأخذ الحديث لمكان إنه نحكي أكتر عن مواقع تصوير الأردن من واقع تجربتك اللي هي تجربة عملية يعني بحثة ويمكن كتير صورتي في مناطق مختلفة حول المملكة برأيك شو يمكن المناطق أو المواقع اللي فعلا الأردن بنافس فيها على خارط التصوير العالمية الآن الأردن كأردن أكيد في عندك بروميننت لوكيشنز هاي ما منقدر نحكي فيها يعني مجرد تحكي واديرام هذا الحالة عندك بالنسبة لإنه عم نشوفه بكتير أفلام هلأ بتروحي واديرام كصاردة مارشن واديرام إتس ستار وورس واديرام إتس مارس عرفتي كيف؟ يعني هذا مثلا إشي بروميننت كتير كتير عالمي تحكي عن البيترا يعني البيترا وانوف ده يعني من عجائب العالم هادول الأشياء عم بيعملوا أتراكشن لالإنترناشنال برودوكشن بس هادول أشياء لنحكي مش هادول بس الأردن الأردن كتير فيها أشياء تانية يعني إحنا اليوم شو عم نعمل بالأردن نيجي نحكي إحنا بالأردن عم نصور سوريا إحنا من اللي فونت عم نصور سوريا عم نشبه سوريا عنا من الليفونت عم نحكي نفس الأكسنت عنا نفس لون البشرة عم نصور العراق رح تدحكي إنه إحنا صورنا الصومال يعني في مناقع بالغور كان في عنا سينز إنه وي هفتو كريات الصومال إخوان الغورانية كانوا ممتازين جداً جرنا بنعمل إحنا وياهم الصومال حيث نصور إيران أنا خلصت فيلم قبل فترة صغيرة عم بحكي عن مشهد بإيران فهي شكل البلد يو كان ماتشت وبتشبه عندك كتير أماكن حتى فيه زوايا معينة وإنت بتعمل سكاتويج بقول لك والله هاي بتشبهها إلا إي بلك هاي الزاوي يعني صناعة الأفلام إلها يعني كصناعة هي بترتكز بشكل كبير على الاعتبارات المالية يعني الاعتبارات المالية طبعاً سواء إنه دائماً صناع الأفلام بحاجة لفن يعني وبرضو الاعتبارات المالية اللي إنه لأ أنا مثلاً فيه فيلم عم بيصور في الأوردن فيه تسهيلات مالية بتساعده إنه يكمل شغله فهذا المجال اللي كان فيه للهيئة الملكية للأفلام جهود بإنه تطلق برامج الرد المالي خلينا نقول برامج إلها معايير مختلفة بتناسب الأفلام الأردنية والأفلام الإقليمية والأجنبية وإلك يمكن بعض الأفلام اللي اشتغلتي عليها كمنتجة استفادت من هاي البرامج من واقع التجربة العملية قدي مفيدة مثل هاي البرامج اللي فيها رد مالي شوفي هلأ بدنا نحكي إنه الفايننس اللي هي بالنسبة لإلك اللي هي الخطة المالية للفيلم صارت يعني يعني صار بدها خطة اقتصادية من كتير جوانب لأنه صار في عندك جزء من التمويل هو شو ما عم بتقدمه البلدان من رديات مثلا قصة الريبيت قصة التاكس كريدت اللي عم بتصميم نعم هلأ إذا بتطلعي على الاتحاد الأوروبي وإحنا عم نحاول دايما نشتغل مع الاتحاد الأوروبي بقصة الكوب رودكشنز كتير من السيستم أو كتير من الفايننس هو جاي قائم على الانسنتيفز الموجود بين بلد وأخرى بتلاقي إنه البلجيك عم بصوره عند الفرنسيين لأنه فيه كاشريبيت مختلف عن هاي القصة فهادي عندك بالخطة المالية بيكون فيه عندك مثلا انفستر واحد بس فيه عندك رديات من الأردن هالأدية فصارت جزء من الميزانية هلأ لما إطلاق هذا المشروع عظيم من أربع خمس سنين بس بالأول كان صقفه كتير عالي أوكي لا نوع الأفلام اليوم أنت الفيلم الأمريكي عم بتصور حقه عشر مليون عشرين مليون لكن الفيلم الأوروبي إذا كان فيلم كتير يعني ميزانيته منيحة رح تكون أربع خمس مليون يورو قديش بتصور عندك بالأردن الفيلم العربي إذا كنا يعني شو ده أقولك أسود عم نجيب المليون دولار فاللي ثار آخر سنتين I think هو صار عندنا من أميرة أو قبل أميرة إنه إحنا بلشنا نطرح أوكي هل إحنا بالأردن بس عم نقدم ذات للأفلام الأمريكية ذات الميزانيات الكتير عالية بينما في كتير أفلام أصغر منها وممكن تكون هاي رافض طويل الأمد أكتر للإندستر إنه بالآخر أكم من ألادن بتقدر تجيبي كل سنتين ثلاثة بتقدر تجيبي ألادن بس كم من فيلم أوروبي عم بيحكي عن التوبيكس اللي أنا عم بحكي لكي إياها عم بيصيروا خدال هدول السنتين ثلاثة نعم وممكن أنت بالأردن عم تستقبلي أربع خمس أفلام صغار مقابل واحد كبير بس عشان هيك اشتغلت الهيئة صراحة إنها تحاول تعمل تحديث لهذه الحوافز وصار فيه عندنا هلأ إنه نزل الصقف فأنا آخر صراحة كل الأفلام الأوروبية اللي اشتغلتها آخر سنتين هي كلها استفادت من برنامج الريبيت اللي هو الرديات واستفادت من التاكس كمان في عندك اللي هي ضريبة بقيمة الصفر عم نقدمها نعم الهيئة كمان صار هذا الإشي وحتى المسلسلات عشان هيك اللي بلشتنا نستقطب مسلسلات كانت عم تتصور بلبنان عم تتصور عم بمصر عم تتصور بأبوظبي بلشت تيجي عنا عشان نزلت الصقف اللي عنا للحوافز وبلشت إنه هاي تفيدهم صنع أفلام بلجيكيين من أصول مغربية هم حمد دياب بفيلم أميرة فهو مصري وصورنا الفيلم بالأردن يعني مثل محمد دياب بالنسبة لإنه كانت يعني خلطة عجيبة كاتب ومخرج مصري تانكيو برضو كان معنا هاني أبو أسعد لأنه هو كان الكرياتف تبعنا من فلسطين عم بكتب قصة فلسطينية وعم بتتصور بالأردن طلع كيف البصة طعم رولا كتير شكرا لإلك على هذا الحديث عن جد الممتع واللي يعني زي أعطانا هيك انسايدرز أكتر على تجربة لمنتجة أردنية عم تشتغل بالصناعة الأفلام في الأردن نتمنى لك كل تتوفي بالمشاريع اللي هلأ اشتغلتي عليها وعم تروح على مهرجنات وطبعا بمشاريعك القادمة شكرا لإلك رولا ناصر شكرا لإلك يلا شكرا لإلك شكرا لإشتغلتي